اليوم دنيا أبو طالب لاعبة المنتخب السعودي للتيك وندو تأهلت مباشرة إلى أولمبياد باريس تقتحم هذا الأولمبياد بتأهل مباشر واكب هذا التأهل مباركة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية مباركة لللاعبة دنيا أبو طالب تأهلها رسميا لهذا الأولمبياد وكذلك أشار إلى أن هذه إنجازات تتوالى طموح لا يتوقف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا الغالي نحن بدورنا نبارك لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي كذلك لسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية لرئيس الاتحاد الأخ العزيز العميد اللهم صلى على محمد العميد شداد العمري وكذلك لللاعبة ألف مبروك هذا التأهل بالتأكيد حدث كبير وبداية اقتحام إن شاء الله اللجنة الأولمبية إلى هذا الأولمبياد من خلال هذا التأهل المباشر ترجمة نانسي قنقر